في وضع صحي متدهور تشهد بلد تيم يوين ارتفاعا كبيرا في عدد حالة الإصابة بداء الحصابة أو ما يعرف بالبوحمرون خاصة لدى فئة الأطفال لاحظنا انتشار قوي لهذا المرض لهو البوحمرون في عديد من الأحياء وبالخصوص حي عثمان بن عفان رقم 2 وبعض الأحياء المترامية في المدينة ماذا بنا نطلبهم السلطات خاصة الصحية اللي هي مديرية الصحة على مسؤولية أضرار ومديرية الصحة المنتزلة ومسؤولية برج باج المختار أن تتخذ الإجراءات الكفيلة بالتدخل من أجل معالجة هذا الوباء مع العلم أننا متأكدين بأن المجصد الخاص يعني اللقاح هذا نتعلم بوحمرون راح متوفر ولكن ننتظر منهم التواجد الميداني العمل الميداني عدد الأطفال مئتين خمسة يسبت هذا المرض اللي نقال له بوحمرون وكم عدد المصابين هنا في الحي؟ قيل عدد المصابين ياسر الله ما عدد هما قد نحصيه لك ياسر المنصابين في الحي هذا ما الحصيات تاعهم عددها مان يعارفة خاصة الأطفال قال قال ياسر قال هما اللي هما حاصلين قال أطفال ياسر نرجو من الجهة المعنية تدخل السريع هذا المرض اللي نقال له بوحمرون منتشر في الحي انتعنا كثيرا الجهات الصحية المسؤولة محليا أكدت أن معظم الحالات المسجلة تقدر ب13 حالة إصابة فيما تم تسجيل حالة وفاة طفل واحدة من 29 يومي في 2021 إلى يومين هذا يأتي بعد الحالات وهذه الحالات تكون الخارجية اللي يتمع اللي هم وفاقصين كما جادرين في الفاقصة يا ابو حمرون يأتي بعد البلايس اللي بعد على بلديي التيميى وين ونحصر بعض الحالات تكون كائنا هنا في البلاد نحصرها ونجروا لهذه الفاقصة من الفانتنا في جانفي دوم الفانتيا إلى يومنا هذا لدينا 13 الحالات تقريبنا ومحصورة في بعض الحالات بعضهم اللي براوا بعضهم اللي وعندنا حالات وفات وحدة العائلة هنا بالأحياء الفقيرة المترامية بالمناطق الحدودية تستغيث لأجل مساعدتها على علاج أطفالها والحد من الانتشار المخيف لداء الحسابة